كما شدد وزير الخارجية على ضرورة نفاذ المساعدة الإنسانية للقطاع موضحا أن احتلال إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني أدى إلى تعطيل العمل به كما أدنى وزير الخارجية أعمال العنف التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مطالبا بتطبيق قواعد القانون الدولية تحدثنا عن مسألة الوضع الإنساني والصحي الكارثي في قطاع غزة وهمية النفاذ الغير مشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في ظل الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني بمنع وصول هذه المساعدات شدت ومعالي الوزير الصفدي على رفضنا الكامل لسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين يدرهم إلى النزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومن أوطانهم بما يؤدي في النهاية إلى تصفيت القضية الفلسطينية